اهلا ومرحبا بكم طلبات وطالبات الصف الرابع الابتدائي وحلقة جديدة من برنامجكم في بيتنا مدرسة ومادة الساينز النهاردة هنتكلم عن اول درس بيقابلنا في يونت وان اللي هو الهيومان دايجستف سيستم اللي هو الجهاز الهضمي بس قبل ما نيجي نتكلم عن الجهاز الهضمي هقولك الحلقة بتاعتنا هكون ماشية ازاي اول حاجة بعد ما نيجي نشرح الكلام ده اللي هو بيتكلم عن الهيومان دايجستف سيستم بعد ما اشرح الدرس هيبقى فيه زي تاست كده تقدر انك انت تشوف يا تارا انت تجدت استفدت من الحلقة ولا ايه ما استفدتش وهتجيب كام ونشوف مين الناس اللي هتجيب الدرجات النقية ونعلن عن اسمها ان شاء الله الحلقة الايه القادمة دي حاجة طيب تاني حاجة هنشوف يا تارا المنصة الالكترونية اللي فيها المذاكرة الرقمية ازاي ممكن اعمل عليها سيرش على الدرس اللي احنا خدنا النهاردة واقدر استفيد منها طبعا عشان اي حاجة لو هي اي مشروع هيبقى مطلوب منك اول حاجة لازم تعرف انك انت تعمل سيرش عليه ازاي تقدر تطلع الدرس ده من عليه ازاي تقدر تستفيد استفادة كاملة وده برضو هنقوله في الحلقة ان شاء الله برضو هننقحنا الجزء بقى للتاني ان احنا هنقعد نشرح الدرس تفصيلة تفصيلة مع بعض لغاية ان شاء الله ما تستفيد منه هتدي كمان اللينكات بتاعة الفيديوهات اللي انت ممكن تقدر تتفرج عليها على المذاكرة الرقمية او المنصة الالكترونية اللي تم اطلاقها امس لجميع الطلبه من الصف الثالث للصف لغاية تلتة سنه ويعني بما ان احنا بالنسبه لتلتة عداده اللي تلتة ابتدائي لغاية تاني عداده هيبقى في مشروع بحسي مطلوب منهم تمام وهبقى معاك خطوه بخطوه فما تقلقش خالص من الحكاية دي تمام عندك حاجة كمان خلي بالك منها في الصينس عندك عشان انا عارفة ان دي اول سنه ليكو بالنسبه لكو الترمي التاني كان فيه شوية حاجات الهيومان ديجستف سيستم او السيستم اللي احنا هنتكلم عليها تخلي بالك من نطق بتاعتك عشان دي تبقى سهله بعد كده ما تيجي تكتبها تاني حاجة هنتضرب مع بعض ازاي ممكن طبعا في الحلقات القادمة ازاي تقعد تحل الاسئلة اللي ممكن تيجي عليها اي حاجة هي انت بتاخدها انت بتعمل لنفسك تست كده بتشوف نفسك هي مش شرط مرتبطة من تحان او لا انت بتشوف نفسك فهمة المعلومة دي او ايه ما في متاجه حتى انت لو انت بتجي تتعلم اونلاين وتحب تشوف نفسك هتجيب كام انا عن نفسي لما باجي اتعلم اي حاجة بحب اشوف نفسي يا تارا هادر اجيب فيها سكور قد ايه انا قدرت استوعب قد ايه منها تمام طيب تعالوا كده نبص مع بعض على الهيومان ديجيستف سيستم وازاي هنقدر نتعامل مع بعض ده التست اللي ممكن هيقبلك ولو انت حابب تسأل اي حاجة بتلاقيه مجرد ما انت بيكون بس عندك كيو ار كود ريدر برنامج اي برنامج بتنزله من على البلاي ستور وتعمل سكان للشاشة اللي قدامك بيظهر لك اللينك اللي المفروض بيوصلك على التست اللي هنشوف فيه الطلبة اللي هجيبه فيه الدرجة نائية ونعلن اسمعهم دي ببساطة جدا طيب انا ما عنديش البرنامج ده دلوقتي خد كده صور الشاشة ولما بعد الحلقة ما تخلص او لما بتيجي تتعايد مرة اخرى المفروض ان انت بتعمل عليها سكان وخلاص فبتوصلك للتست بالضبط وتشوف انت جبت سكور اردئي طيب تعالوا نبص بقى كده مع بعض على اللينك بتاع المذاكرة الرقمية ونشوف هنستفيد منه ازاي لو حاجة درس زي اللي هناخده النهاردة اول حاجة بتكتب اللينك زي ما هو تم الاعلان عنه امس زي ما هو مكتوب قدام حضرتك كده طيب انا بالنسبة لي هتلاقي كلمة زاكر الان ماشي هي مكتوبة عندك بالعربي انا بالنسبة لي هبقى محتاجة اللغات فهعمل هادوس على كلمة انجليش هادوس على كلمة ايه انجليش هتلاقي الصفحة دي اتغيرت وبقت بدل زاكر الان استادينا ممكن برضو اخش عادي من زاكر الان وبردو ادور على كلمة انجليش عشان تجيبلي المصادر اللي هي موجودة باللغة الانجليزية زي اللي احنا هشوف هوريها لك دلوقتي في الشاشة او اللي هي الشريحة اللي بعدها تمام طيب زي ما هوريك دلوقتي هتيجي تظهر لك الشاشة اللي هي اول ما تيجي تعمل استاديناو ومش محتاج منك اي ميل او اي حاجة هتلاقي مادة الساينز موجودة في الاخر كده زي ما هي واضحة قدامك هتلاقي زي كده انبوبة كده موجودة تحت هنا كده بالزبط هي دي اللي موجودة بالنسبة لك دي مادة الساينز هادوس عليها تمام بعدما ادوس عليها هتظهر لي الشاشة زي ما هي واضحة قدامك كده بالزبط انا عايز اتستفيد من درس الديجستف سيستم او اشوف المصادر اللي موجودة على درس الديجستف سيستم لو انا عايز ابحث عنه هعمل ايه ؟ اول حاجه هكتب فيه ال search اللي هو موجود قدامك ده اعملها لك كده هتلاقي اكتب الديجستف سيستم هيظهرلي كل الفيديوهات اللي موجودة على الديجستف سيستم مش فيديوهات بس المصادر التعليمية المتنوعة هتبقى موجودة قدام حضرتك هتشوفها بعد كده هتبص على الجنب كده هنا بالنسبة لي جاب لي كل المصادر سواء بقى كل حاجة بتتكلم على الهيومان ديجيستف سيستم من كل حتة موجودة وهتلاقي اكتر من مصدر عندك طيب لو انا عايز بس اركز على اللي موجود في سنة رابعة فبدوس على ايه على برايماري فور بدوس على برايماري فور هتلاقيها في الشمال واضحة هنا كده هي الجزء ده تمام لما بدوس على برايماري فور بيجيب لي بس الحاجات اللي مرتبطة بالهيومان ديجيستف سيستم اللي موجودة في سنة رابعة اللي موجودة في ايه في سنة رابعة طيب بالنسبة لو انا ما دستش على سنة رابعة هيجيب لي في العموم بالزل طب انا جيت فتحت الهيومان ديجيستف واحد من الفيديوهات اللي موجودة وعايز اتفرج عليها عشان اشوف هي اساسا اللي بتتكلم عن ايه او بيبقى شريحها ازاي هاجا بص كده على كلمة لانش دي لو دست عليها هتظهر لي صفحة تانية تمام هتظهر لي صفحة تانية هتديني الفيديو اللي معروض قدامي تمام عايبقى فيه قدامي فيديو شغال لو جيت بصيت هتلاقي ان فيه بيبقى ثري ايكونز بتبقى موجودة فوق على الشمال واحدة فيها تاكست واحدة فيها فيديو زي ما هوريها لك واحدة فيها كويز واحدة انك اتفرج علي الفيديو تمام لو بصيت كده اقصى الشمال فوق هتلاقي علامة دي الفيديو تمام وبعد كده هتلاقي التكست ده لو انا عايز اشوف الفيديو واشوف التكست اللي جنبه يعني التكست اللي بيتقال جوه الفيديو ايه عشان انا مش فاهم مثلا او انا مقدرتش ان انا تابع اللغة الانجليزية وبعد كده كويز على لما بتيجي تخلص الفيديو تشوف نفسك وصلت الفين تعالوا نبص كده لو انا جيت دست على التكست بيبلك الفيديو بيبلك جوه جوه الفيديو بمفروض بيتكلم عن ايه تمام لو انا جيت دست على الكويز بعد ما انا بخلص ده انت حان بيبقى موجود على الفيديو بيشوف نفسك انت عايزت الكويز نفسك تشوف انك انت جبت كام يعني مسلا باين قدامك دي عشر اسئلة مسلا العشر اسئلة دول يا ترى انا هجيب فيهم قد ايه طيب انا عايز اتفرج على الفيديو ده ممكن ان انت برضو تصور الشاشة وتقدر انك انت تتابع فيديو عن الهيومن ديجيستف سيستم على المنصه او المذاكرة المنصه الالكترونيه واللي انت تقدر تذاكر عليها رقميه وده برضو فيديو تاني عن الهيومن ديجيستف سيستم طيب هيهمك حاجة مهمة جدا في المنصه دي ايه 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 انا مثلا جيت اتفرجت على الفيديو ما عجبنيش او يعني حسيت انه هو في معلومات اكتر او لا انا عايز فيديو تاني اه هتلاقي على الدرس الواحد بيكون في فيديوهات كتيرة جدا بتتكلم عليه يعني انا لو ما عجبنيش الفيديو الاولاني مؤخد التاني خد التالت خد الرابع فده بيديك يعني مصادر متنوعة جدا انك انت تقدر تحصل على المعلومة بطريقة شيقة ولو ما عجبكش مصدر ان انت بتقدر بتشوف مصادر تانية اخرى وممكن تكون اسهلك بالنسبة لك طبعا لما باجي اتفرج على مصدر زي ده من مصدر اجنبي او مواقع اجنبية بتكتسب حاجات او مواقع عربي طبعا ممكن انك انت تشوف الفيديو ده باللغة العربية وبتشوفه باللغة الانجليزية بالنسبة لك انت لما بتيت تسمع اللغة الانجليزية كده بتكتسب حاجتين بتكتسب انك انت تنتق صح بتكتسب ازاي المادة دي بتتعرض بطريقة شيقة بتقدر تقيس نفسك في الحاجات اللي انت مفروض تفرقت عليها فبتقدر انك انت تشوف التكست اللي موجود بيتقال ده عشان تقدر تتابع الفيديو فبالنسبة لك الحاجة هتبقى ممتعة جدا وشيقة ومصادر متنوعة يعني لو ما عجبكش مصدر انت عندك مصدر تاني انك انت تقدر تتفرج عليه يعني ده مثلا مصدر تاني ممكن انك انت تشوفه انا جيت بصيت قلت انا طب انا عايزة ايس نفسي مثلا تست على الهيومن ديجستف سيستم هلاقيه برضو على الموقع موجود من المصادر اللي جات على الهيومن ديجستف سيستم وجبت دست على كلمة لانش برضو اللي هي معروضة قدامكم دي هيجي يظهر لي التست بالمنظر ده هقدر ان انا قعد احل وكمان هيديني الدرجات يا ترى انا جبت درجة قد ايه وحليت الاسئلة قد ايه ويجي يقول لك مثلا جود برافو عليك ويشجعك انك انت تعرف تحل الاسئلة اللي موجودة دي كده نظرة سريعة للمنصة الالكترونية انا ممكن استفيد منها ازاي لو انا عايز اذاكر الدرس الهيومن ديجستف سيستم ده لوحدي تمام وحتلاقي مصادر كتيرة جدا اللي انا جبته ده ده مثال واحد من امثلة كتيرة موجودة قدامك وانت تقدر تخش وتعمل نفس الخطوات واعد عيدها كده كذا مرة على دروس مختلفة وهتلاقي مصادر مختلفة طبعا لما ما بتحددش السنة رابعة او خمسة او هكذا بيدي لك مصادر كتيرة جدا اللي موجودة في الموقع لكن لما بتدوس على رقم مثلا رابعة هيجيب لك المصادر اللي هي تناسب المرحلة العمرية بتاعتك والمصادر اللي هي ممكن مناسبة لك انك انت كلها موجودة عندك بتبقى مناسبة وانت عايز تستزيد دي هتبقى موجودة عندك بشكل موسع وبشكل شيء جدا الحقيقة انا تفرقت عليها زيكي هدير هدير سمعاني هدير الصوت في حاجة طيب نكمل تعالوا بقى نبص مع بعض الهيومن ديجيستف سيستم بيتكون علي يبقى انت خدت الجزء الاولاني عرفت المنصة الرقمية بتاعتك هتبقى تشتغل عليها ازاي لوحدك دي بقى الجزء التاني عندي اللي هو هنتكلم على كل جزئية موجودة في الهيومن ديجيستف سيستم وانشرحها بالتفصيل اول درس عندي اللي هو الهيومن ديجيستف سيستم اول حاجة بيقولك عندي هشوف تركيب الجسم الإنسان او جسم الكائنات الحية بصفة عامة البادي اوف ليفنج اورجانيزم كنزستز اوف سيستم ايج سيستم كنزستز اوف اورجانز ايج اورجان كنزستز اوف تيشوز ايج تيشوز كنزستز اوف سيلز the cell is the smallest building unit of the body of the living organisms معنى ايه الكلام ده ان المفروض جسم الكائن الحي بيكون من شوية اجهزة الاجهزة اللي هي سيستمز كل سيستم هيكون من شوية ايه اورجان كل اورجان هيكون من تيشوز تيشوز يعني ايه انسجة ايج تيشو منزستز اوف سيلز اللي هي الخلايا و the cell is the smallest building unit of the body of the living organisms طيب يا ترى ايه السيستم اللي موجودة السيستمز اللي موجودة في جسم الكائن الحي عشان يقدر انه هو يتعايش في البيئة اول حاجه عندي the digestive system الجهاز الهضمي يا ترى ايه فايدته the digestive and absorbing food يعني بيهدم ويمتص الطعام the respiratory system الجهاز التنفسي اتكا مي معانا قال لي مش متوسر يعني بص ممكن يكون الضغط عليه مثلا او النت فحاول نحاول ان احنا نجرب اكتر مرة هتلاقي الدنيا سهلة انا بالنسبالي يستدخل عليه لقبل ما ادخل حتى بس هو حضرتك بيقول لي اللي انت تقصده اللي هو على جوجل هو ده حضرتك بتكتبي اللينك زي ما احنا عرضناه اول الحلقة زي ما هو مكتوب وزي ما اتعرض الانبارح وحضرتك زي ما شفنا الخطوات دلوقتي حضرتك بتحاول انك انت تعمليها تاني وبرضو في الاعادة ان شاء الله ونحاول كده لو في وقت ممكن ان احنا عدلك الخطوات مرة اخرى وقترح الواحد محتروم يعني محتاج لا والله اذا حضرتك جربيه هتلاقي فعلا حاجات متنوعة ومصادر متنوعة وده بيخليلك ان مش مدرس لحظيك مثلا لما يكون في مدرس واحد قدامك مش عاجبك مثلا انت متقدرش تغيريه لكن انت هيبقى قدامك مصادر متنوعة وتشرح لك كل حاجة قدام حضرتك وكمان ده ضر قناة مصر التعليمية ان هي هتبقى مع الطلبة خطوة بخطوة عشان تقدر تساعدهم في اللي جاي ان شاء الله بإذن الله عندما يتم الاعلان عنه الزبوع الجاي ونعرفهم ازاي فكرة السورش نفسها ازاي يعمل بحث اساسا ازاي يعمل مصادر ازاي اكتب المصادر ازاي المفروض ان كل انت عند حضرتك الترم كله دلوقتي انت متلغاش منه حاجة مفيه الحقيق هتتبع معانا كله لان ان عشان حد يكتب حاجة او يعمل بحث لازم يكون فاهم الموضوع كله الاول صح الكلام بس واحنا معاكم متخافوش ومتلقوش واحنا معاكم ومدرسين كمان معاكم مسته مسته مستهدك جدا شكرا جدا طموري طموري يا فان احنا معاكم متليش مع السلم يا فان نيجي ليه الريسبيراتوري سيستم اللي هو الجهاز التنفسي يتكارز اوي ده بروسوس اوف بريثين يعني هو مسؤول عن عملية التنفس يبقى الجهاز التنفسي مسؤول عن البيثين او الريسبيريشن اللي هو عملية التنفس السركلاتوري سيستم ده الجهاز الدوري ديستريبيوت ديجيستر فود والاكسجين هو اللي بيوزع لك الطعام المهضوم والاكسجين لجميع خلايا جسم الانسان او جسم الجسم التاع الكائن الحي يريناري سيستم اللي هو الجهاز البولي هو اللي بيقدر يتخلص من المواد الضر الجهاز العصبي ده اللي مسؤول على ان الواحد يقدر يحس انه هو يسمع انه هو يشوف انه هو يتزوق انه هو يقدر انه هو يشم الاشياء من حوله الربوردكتف سيستم اللي هو الجهاز التكاثري المفروض او اللي هو مفروض عندي بيديني it makes us give birth for new individuals who look like us يعني بيديني افراد المفروض انه هي بتشبه لنا يعني بتدينا افراد المفروض انه هي بتشبه ايه لنا طيب اول حاجة عندي اللي هو digestion process اللي هي عملية الهضم يعني ايه فكرة عملية الهضم عملية الهضم هي عبارة عن changing the food from a complex form into a simple one to let the body get benefit يعني ايه يعني بيحول الطعام من الحالة المعقدة بتاعته او الشكل المعقد بتاعه into a simple one لمادة بسيطة to let the body get benefit عشان يقدر الجسم انه هو يستفيد منها طبعا انا جسمي اش هادر يستفيد من الحاجة بشكلها المعقدة يعني مقدرش ان انا مثلا احط اعيش واجه اكله ولا اجيه هستفيد منه ازاي الا لما تم عملية الايه الهضم the structure of the digestive system يا طرح ال digestive system بيكون من ايه بيكون من most of organs of the digestive system lie in the abdominal cavity معظم اعضاء الجهاز الهضمي بتبقى موجودة في التجويف الايه البطني ال digestive system عندي اجهاز الهضمي بينقسم لجزئين digestive canal, digestive canal supplementors digestive canal اللي هي القناة الهضمية mouth, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine اللي هي ده ده القناة الهضمية بتاعتي وهاجي اشوفها بالتفصيل بعد شوية والdigestive canal supplementors يعني ملحقات القناة الهضمية يعني الحاجات اللي بتبقى لزقه في القناة الهضمية اللي هي ايه salivary glandis, liver, pancreas تعالوا نشوفها مع بعض كده في ال diaphragm اللي قدامي حلاقي اول حاجة عندي خلي بالك ان البيانات دي بتكون عارفها عشان تعرف حتى اسمها لو انا حتى مش هنتحم فيها لأتبقى عارف حتى اسماء الاعضاء بتاعتك اللي موجودة في ال digestive system اول حاجة عندي هتلاقي mouth طبعا ده ال tongue ده pharynx, esophagus, stomach عندي ده هنا عندي small intestine وده large intestine وده rectum والانس طيب ال digestive canal بقى القناة الهضمية يطرى القناة الهضمية معمولة من ايه؟ معمولة من شوية organ, a group of organs طيب يطرى عددها طولها يد ايه؟ in the shape of a long pipe with length 9 to 10 meters يعني هي عبارة من 9 ل 10 متر طولها يعني ازاي بقى التسعة عشرة متر دول كلهم موجودين جوا ال digestive system لا اقولك ازاي بعد شوية استناني بس يعني انت اساسا ال digestive system شفت small intestine كانت معمولة اتكايل زي كده يعني تحس ان هي متنية وفي تانيات كتيرة او التانيات الكتيرة دي بيبقى الطول ده كله بيبقى موجود طبعا مش التسعة عشرة متر لكن لسه هقولك هو ازاي بتبقى من تسعة عشرة متر بتبقى موجودة في جسم الانسان الطول ده كله بيبقى موجود ازاي؟ اول حاجة digestive system بتفتكر هيبتدي بايه؟ start with a mouth بالفم طيب وهينتهي and end with the anus opening اللي هي فتحة الشرق اول حاجة بتقابني في الماث انت بتيجي في الفم بتاعك بيبقى موجودة ثلاث حاجات رأسية ايه هما الثلاث حاجات الرأسية؟ عندك تيث الاسنان، عندك الطنج، اللسان، تمام؟ عندك حاجة اسمها salivary glandus وهو الرهالة، تمام؟ انا عندي اول حاجة، التيث the number of teeth كام؟ عدد الاسنان في الشخص البالغ في الادلت كام؟ is 32 in adults and the number of milk teeth is 20 in children يبقى 32 في الشخص البالغ وعدد الاسنان في الاطفال بيكون 20 they are existed in two jaws، بيتبقى موجودة في فكين، في فك علوي وفي فك سوفني each one has 16 teeth، كل واحدة فيهم بتبقى في 16 سنة divided into a foreign seizure, two cannon, we ten molars زي ما انا هورهم لك دلوقتي يبقى انا عندي بيبقى في foreign seizure اللي هما الجزء اللي تحت ده اللي اربعة اللي بيبقوا تحت دول دول foreign seizure ودول two cannon والتن molars بيبقوا ورا طيب ايه فايدة كل واحدة فيهم؟ ال foreign seizure and two cannon انت اما بتاكل صندوش، اول حاجه بتعمل ايه؟ بتقطع، يبقى ايه؟ ال foreign seizure and two cannon to cut and tear the food into small pieces تمام؟ ال 10 molars two grand food to make its swallowing easily يعني ال 10 molars دول بالنسباني بيطحنوا الطعام ويخلوا البلع بيكون ايه؟ سهب الطانج، اللسان اللسان بيعمل ايه؟ mixes food with saliva يعني المفروض ان هو بيخلط الطعام بال saliva اللي هو اللعاب اللي بيكون داخل الفم ليه بقى؟ عشان help in food swallowing عشان يسهل عملية البلع ثاني حاجه move the food inside the mouth cavity بيحرق لك الطعام بداخل الايه؟ الفم واهم خاصية ليه واهم ميزة ان هو responsible for tasting food ده اللي حضرتك بتيجي تروح ايه اللي ماما ايه؟ والله يا ماما ده الاكل طعمه حل والله ده وحش لا انا مش هاكله لا ده هاكله هو ده اللي مسؤول عن tasting food تمام؟ نيجي بقى لل salivary glands احنا لسا عالين ان المفروض ان فيه لعاب اللعاب ده بيجي منين؟ من ال salivary glands يعني عندي ال salivary glands there are three bears اللي هم تلت المفروض ازواق من ال salivary glands they secrete saliva بتديني ال saliva that changes starch into sugar اللي بيحول لك ال starch into sugar النشى للسكر الفانكشن بتاعة الماث is a cutting and tearing grinding food by the teeth بتقطع والمفروض ان هي تطحن ويتمزق الفود by the teeth بيه عن طريق الاسنان وبيحصل فيها digestion of starch into sugar مين اللي بيحول النشى لشجر يعني مين اللي بيحول لشجر السلايفر وانا كنت دايما بقولها ثلاثة اس كده مع بعض السلايفا هنا عندي changes into a sugar يبقى بتاعة اس كده انك انت تقدر تعلمها بالنفس بنيجل تاني عضو عندي اللي هو اسمه الفارنكس اللي هو البلعوم اتس كومان كافتي بين اسوفيجس اند تراكيه هو ده تجويف بيبقى مشترك ما بين المريه والقصبة الهوائيه تمام الاسوفيجس بقى اللي هو بيبقى موجود بالمنتصف اللي انتو شايفينه ملون ده ده هتلاقيه اتالاوز فوت تو باز فروم الفارنكس تو ستومك هو ده اللي بيخلي الاكل يعدي من الفارنكس من البلعوم ليه المعده تمام يبقى لو انت بسيت كده هتلاقي انه هو بيعدي الاكل من البلعوم اللي هو فارنكس تو ايه ستومك الاستومك بقى المعده اتس ساكلايك ماسكولار ارجان هي مفروب بتبقى زي كيس عضلي كده هي اللي بتديني الجاستريك الجوز اللي هي العصاره المعده that makes an incomplete digestion of protein وبتحول البروتين هضم غير كامل changes into a semi liquid لحاجه شبهه ايه سائله لمواد شبهه ايه سائله to be digested ايه يبقى هي اهم حاجه الاستومك بتديني بتديني الجاستريك جوز بيعمل ايه بيعمل ايه makes incomplete digestion of protein changes into a semi liquid وبيتحولها لماده شبه سائله to be digested ايه ايه عشان تتهدم بسهولة طب ال small intestine small intestine it is the longest part of the digestive system دي اطول حاجه موجوده في ال digestive system ليه بقى احنا قلنا ان ال digestive كنر كله على بعضه من 9 to 10 متر ثم اللينس بقى بتاع small intestine قد ايه its length is about 7 متر يعني حوالي 7 متر بس بيكون small intestine طيب يا ترى السبع متر ده راحين فين او بيبقوا ازاي موجودين كلهم موجودين بيبقوا موجودين بالشكل الواضح قدامكم في الصورة ده it coils inside the abdomen بيكون بشكل ايه متني ذي ما هو مدامكم كده ومتلاوله حوالين نفسه كده في التجويف الايه البطني اللي عندي small intestine بتنقسم نيه جزئين ديودينام واليام الديودينام اللي هي الاسنا 10 اللي هي الجزء اللي بيبقى رابط ما بين الليفر والبنكرياس اللي هو الجزء اللي بيبقى فيه المنتصف ده ده البنكرياس وده الليفر هو بيربط ما بين الاثنين تمام؟ طيب بيحصل ايه بقى ان هو بيربط ما بين الاثنين البنكرياس هيديني ايه؟ هيديني حاجه اسمها بنكرياتيك جوس يبقى البنكرياس secret البنكرياتيك جوس او البنكرياتيك جوس البنكرياس الاثنين equal مفيش مشكله فيهم يعني الاثنين جملتين هي متساويين سواء قلت كده او كده يبقى البنكرياس بيديني البنكرياتيك جوس البنكرياس بقى الاثنين بتحول الفات لمستحلب دهني زي ما هو حيبنكو بعد شوية الاثنين بقى اي حاجه لسه ما تهضمتش بتتغدم في الاثنين الاثنين اي حاجه اي حاجه اي حاجه اي حاجه اي حاجه اللي هو الجزء التاني الملفوف تحت دوت اللي هو زي ما هو واضح قدامكو وطوله حوالي سبعة متر طيب العملية بيحصل ايه انا هضمت جميع الاكل او هضمت كل الاكل اللي انا محتاجه طيب هيحصل ايه عملية انتصاص هاخد الاكل ده اللي انا هضمته يعني هاخد المواد المفيده بتاعتي وهو اديها المين للدم عشان الدم يوزعها طبعا عن طريق السيركولاتوري ستم يوزعها لجميع خلايا الجسم تمام واجزاء الجسم المختلفة الانزايمز بقى كل اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنه سواء السلايفا اللي هي المفروض اللعاب اللي موجود عندي او عندك الجاستريك جوس او عندك البايل جوس كل الحاجات دي المفروض بسميها انزايمز الانزايمز دي بتعمل ايه they are digestive substance they digest food and convert into eat into simple substance دي هي المواد اللي هي او العناصر الهاضمة اللي بتحول الطعام لمواد بسيطة زي ما احنا كنا يستشايفين ان السلايفا هتحول السلايفا هتحول السلايفا هتحول السلايفا هتحول عندي الجاستريك جوس بتحول البروتين انكمبليت ديجيشن اوف بروتين تو سمي ساوستنسسس برضو سمي ساوستنسسس برضو لمواد شيف بسيطة كده ان هي تقدر تزوق بسهولة هتيجي عندك البايل جوس تشينجس فاتس انتو فاتي امولشن كل دي اللي احنا قلناها انزايمز اللارج انتستين بقى انا جيت خدت المواد المفروض الهامة او انا خدت خلاص الاكل اللي هو انا استفدت منه وهضمته هيتبقى لي ايه الفضلات طب اللارج انتستين ده بيبدأ فين وينتيه فين ده اللارج انتستين هيبدأ بيه نهاية السمول انتستين ويبدأ بيه اللارج انتستين انتستين فاطمة اهلو ازايك يا فاطمة الحمد الله اعملي اخبارك الحمد الله فهم الغاية دلات يا فاطمة ولا يسا في حاجة مش فهماها لا انا في حاجة مش فهماها اتفضالي قولي لي الابضوربيسن مش فهماها الابضوربيسن حاضر اعيدهالك حالان حالان دلوقتي حاجة تانية دا تمام يا فاطمة تبعين على طول يا فاطمة ها هستناك المرة الجاية شكرا لك يا فاطمة طيب عشان فاطمة الابضوربشن دايجستد فود ايز ابضوربت ثرو ذا ثرو ذا سمول نيبل كالد فيلي ذات فوند ان ذا سمول انتستين مول ذا اتريتش بلود ذا سمول يعني الكلام ذا بيقولك ان المفروض ان فيه زي انابيب صغيرة جدا بتكون موجودة في اللي سمول انتستين والمفروض ان هي بتاخد المواد اللي تهضمت يعني المواد اللي هي مفيدة بس وحتسيب الحاجات اللي هي خلاص بتعتبر بالنسبة لها فضلات تمام؟ يبقى هي هتلاقي ان فيه مفروض حاجات ان هي انابيب صغيرة كده ورفيعة جدا بتكون موجودة جوه اللي سمول انتستين او في الجدار اللي سمول انتستين عشان تاخد الاكل دا تنتصه اللي هو الاكل المهضوم وتوديه لي البلود ومن البلود المفروض ان هو يوصل لجميع اجزاء الجسم الانسان زي ما هو ويوزعه لجميع اجزاء الاجزاء المختلفة فيه جسم الانسان والاعضاء المختلفة عندك اتمنى ان انت تكوني في امتيها هي بالنسبة لك بس تفهمي ان الاكل بيوصل للدم دي عملية الامتصاص هي الاكل بيوصل للدم عن طريق انابيب صغيرة جدا بتكون موجودة في الجدر اللي هي موجودة في السمول انتستين ولو انت شفت الفيديوهات اللي انا حطيتلك فيها دا هتبينها لك بشكل اكثر توضيحا شوية وهتخليك انك انت تشوفي فعلا ان كانك عايشة جوه السمول انتستين بيحصل فيها عملية الامتصاص ازاي طيب اللارج انتستين بقى بعد ما مفروض بيحصل انتصاص للاكل المفروض او المواد الغذائية اللي انا خلاص هدمتها وخدت الفايدة بتاعتها بيتبقى لي شوية ايه الفضلات عندي الفضلات دي هتروح لي مين للارج انتستين للامعاء الغليزة للامعاء الايه الغليزة هي دي اللي هنمفروض انها هتعمل ايه ايت ستورز وستس هتخزن لي الفضلات ثان ايجيكت them outside the body ثرو انس وبعد كده ترميها خارج الجسم الانسان عن طريق فتحة الشرق تمام يبقى هي بتبدأ بنهاية السمول انتستين وبتنتهي بيوز انس اللي هي فتحة الشرق ايت ستورز وستس وبتخزن الفضلات عندي ثان ايجيكت انس طيب بعد كده بعد اللارج انتستين بعد ما انا بخزن الفضلات والمفروض عشان ان هي تخرج عند الانس بس فيه قبل الانس فيه حاجه اسمها ريكتم الريكتم ده ايه فايدته اللي هو واضح بعد فيه نهاية في اسفل كده موجود هتلاقيه انه هو بيعمل ايه ايت المفروض ايت ابزوربز ووتر فروم هو اللي بيمتس المياه من الفضلات اللي بتبقى موجوده قبل ما تيجي تخرج بره جسم الانسان لو انت تيجي كده انت ممكن تتخيل المفروض لو ايجينا اكلنا مثلا عيش بلحمة تمام المفروض ان ده هيتهضم ازاي بقى يعني بتحصل عملية الهضم حاجه زي كده ازاي العيش ده ايه ستارش ناشي تمام طب اللحمة دي تعتبر ايه بروتين انت ايته طبعا لو حطنا شوية كمان زيت تبقى دي فاتس كمان تيجي تاكل اول حاجه ايه السندويتش ده ماشي السندويتش باللحمة اول حاجه هتمسك القليل تيجي على السندويتش وتروح وعمل لك ايه قطوا اندتيج ده ايه فوت ستقطع لك وتمزل السندويتش ده وتروح قطوا بعد كده بتقطع ايه تططحن الاكل ده بعد كده المفروض من اللي هيروح طالع لما يلاقي فيه ستارش هيروح طالع على طول السلايفا اللي هو اللعاب اللعاب هيروح يحول السلايفا يبقى الالي عندي السلايفا هتحول النشا دي لسكر تمام بعد كده المفروض انت هتيجي تبلع الاكل حيروح لمين للفرنكس بعد كده حيمر مين للإصافجس بعد كده روح للسطومك مين اللي يفشوا للسطومك هتروح خرجه على طول مخرجه جاستريك جوز هتضرب مين البروتين هتضربه درب كامل ولا لا 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 يعني هتخدمه هضم غير كامل لسه هيكتمل في مين في الاخص مين في الاليوم مهم بعد ما تضرب شوية في الاسطومك وهو ماشي بيعدي على الديودينام مين اللي نزل الليفر لقى شوية ايه فاتس راح مدي بايل جوز بايل جوز هيحول الفاتس انتو فاتي امولشن تمام هحول الدهون دي لمستحلة بايه دهني هيروحوا الاتنين كل ده ماشي رايح لمين لي الاليوم الاليوم المفروض اي حاجه لسه ما تهضمتش او هضمت هضم غير كامل زي اللحمة مثلا اللي هو كان البروتينيات بالنسباني هيحصل ايه هتتردم في الاليوم بعد ما يحصل الاليوم المفروض زي هيحصل عمليه ابزوربشن انا هضمت كل حاجه حاجه امتص لنا المفروض المواد الغذائية اللي انا عم احتاجها جوه جسمي هتروح لي مين للبلوت وهتنتشر لجميع اجزاء الايه الجسم بعد كده هيتبقى للفضلات الفضلات هتروح لي مين للارج انتستن هتروح للارج انتستن وهي ماشية كده هتتخزن فيها يبقى للارج انتستن هتعمل ايه هتخزن الفضلات دي وبعد كده هتمشي تروح للارج انتستن الارج انتستن هتاخد المية من الفضلات دي وهتطلع في الاخر في من فتحة الشرج اللي هي الانس اوبنينج تمام؟ يبقى دي رحلة لأكله كده وانت قاعد مع نفسك اتخيل كل اكله انت بتاكلها يا ترى هي بتتهدم فيه ومين اللي بيهدمها ومين اللي بيطلع لي الانزاين اللي هي هي تخلصلي عليه اخر حاجة ممكن تكون موجودة في الدرس ده كيف احافظ على الجهاز الهضمي بتاعي؟ بص على الجزئية دي اول حاجة احضم الطعام كويس احضمه كويس جدا تاني حاجة don't eat much food that contains large amounts of fats such as fats of fast meal ما تقولش الوجبات الجهزة اللي هي تحتوي على دهون كتير تمام؟ جهاد ازايك جهاد؟ كويس عاملة ايه؟ الحمدلله لانتبعنا من الاول الحلقة؟ اه فهم؟ والغاية الدرس ولا ايه؟ انا في حاجة مش فهم مايه ايه اللي مش فهم ماهه؟ ايه اللي مش فهم ماهه؟ اه اه كويس رجل في حاجة مش فهم مايه؟ ايه يا فن؟ تفضله الاسمون تستن الاسمون تستن حاضر حاجة تانية؟ تمام انا سعيدة جدا ان كنت اتصلت وتابعينا على طول شكرا لك طيب عشان جهاد هي بص حببتي هي بتتكون من جزئين جزء الاولاني هو ديودينام نبص كده الجهاد تاني عشان خطير عندي ديودي اطول حاجة موجودة في الدائجستف سيستم واللنس بتاعها هيكون حوالي 7 متر طيب السبعة متر دول موجودين كلهم ازاي؟ يعني المفروض ان هم متنين جوه الابدومينا بشكل قدامك منقسم الجزئين اول جزء عندي اللي هو الديودينام اول جزء عندي اللي هو بيكون الديودينام اللي هو ده الجزء ده اسمه الديودينام ده في جزئين مرتبطين بهم اول واحد اللي هو بنكرياس والتاني الليفر عندي بنكرياس ده بيدي مادة هنا اسمها او انزيم اسمه بنكرياتيك جوز اسمه ايه؟ بنكرياتيك جوز الليفر بيديني انزيم اسمه بايل جوز ويروح نازل هنا اول ما يلاقي حاجة فيها ايه؟ فاتس ده بيعمل ايه البايل جوز؟ البايل جوز بيحول الدهون لمستحلب دهني بيتحول الدهون لمستحلب ايه؟ دهني تمام؟ لغاية دلوقتي اتمنى انت يكوني فهمة تمام؟ نيجي بقى للجزء التاني اللي هو الاليام اللي هو الجزء اللي تحت ده اللي هو متني ده تمام؟ يبقى الديودينام بتبقى هنا كده هو ونزل على مين الاليام؟ الاليام عندك بيبقى فيها انتستيلان جوز اس بورد انيت الانتستيلان جوز اللي هي العصاره المعويه بتكون جواه بتعمل ايه بقى؟ اي حاجه لسه ما اكتملش هضمها بتتهدم ايه؟ فيها بتحصل فيها عملية الابزوربشن انا هضمت كل حاجه هضمت كل الاكل اللي كلته يبقى ايه؟ جسم يبقى لازم يستفيد منه؟ طبع يستفيد منه ازاي؟ لما الاكل اللي انا هضمت او المواد الغذائيه اللي انا اكلتها دي المفروض ان هي هتروح لمين؟ للدم وبعد كده عن طريق السيستم يروح ايه؟ موزع الدم ده الجميع خلايا او اجزاء الجسم المختلفه فكل حاجه هيحصل فيها ايه؟ ان هي هيوصل لها الاكسجين وهيوصل لها الغذاء بتاعها اللي هي محتاجه تمام؟ يبقى انا بعد ما باهتم كل حاجه بتتهدم فين؟ في الايليم بيحصل حاجه عملية اسمها الابزوربشن اللي هي عملية انتصاص المواد الغذائية اللي بعد ما انا هضمت كل حاجه المواد دي مفروض بيحصل لها انتصاص وتروح ليه الدم وبعد كده مفروض بتتوزع لجميع خلايا الجسم بعد كده بيتبقى لي الفضلات الفضلات دي هتروح للارج انتستن هتعمل ايه؟ هتخزن الفضلات دي وبعد ما تخزنها يحصل ايه؟ المفروض ان انا هتروح لحاجه اسمها الريكتم في الاخر كده هتعمل ايه؟ ايه؟ هتخز المياه من الفضلات ويطلع لي الف الاخر الوستس فروم ايه؟ طيب انا عايز اشوف ازاي اقدر احافز على الدجستف سيستم بتاعي من المفروض ان انا اخليه بشكل صحيح اول حاجه قلنا انك انت تشيرز الفود وال اهدم الطعام او المفروض انك انت بتمضغ الطعام جيدا تاني حاجه لا تأكل الكثير من المفروض انت تحتوي على دهون كتير لا تأكل حاجه مليانه مواد صناعيه ومفروض اللي هي بتكون مواد ملونه برضو لا تأكل الاكل اللي موجود في الشارع وخصوصا الايام دي عشان تمنع نفسك من انك انت تتعرض الامراض اخر حاجه براكتس سبورتس ريجولاري المفروض انك انت بتمارس الرياضه بشكل مستمر طبعا ده التست برضو في الاخر عشان بعد ما انت مفروض تفرقت على الحلقة مجرد ما انت بس هتعمل كيو ار كود ريدر تنزل برنامج اسمه كيو ار كود ريدر تعمل سكان على الكود اللي بظاهر قدامك في الشاشة او هيظهر قدامك في الشاشة تاني دلوقتي لو مش عندك الكيو ار كود ريدر بتصور الكود ده وبعد كده بتعمله سكان هايظهر لك اللينك على طول هايظهر لك اللينك اللي هتلاقي فيه التست ده عشان نشوف مين هيقدر يجيب الدرجة نائية واحنا عارفين ان مفيش امتحانات لكن انت بس بتقيس نفسك بتشوف انت فعلا استفدت من الحلقة ولا لا اتمنى ان احنا ان تكونوا استفدتوا النهاردة في اللي احنا اخدناه النهاردة اتكلمنا عن الهيومان دوجستف سيستم بكل الارجنز اللي موجودة فيه ميه الفانكشن بتاعت وظيفة كل ارجن موجود في الهيومان دوجستف سيستم اتكلمنا ازاي وهاو تكيب يور دوجستف سيستم هالسي ازاي تحافظ على جهاز وهاضمي بتاعك والمفروض انك انت دلوقتي بتخسل ايدك ولم تيجي تخسل ايدك بعد اذنك قبل الاكل وقبل بعده وكل الاوقات خليك وانت تخسل ايدك ما يقلش الوقت انا عشين ثانية طب انا قميس همسك الوقت وانا قاعد بخسل ايدي عد كده من واحد لعشرين يعني يا ريت لو يتوصل الاربعين ثانية يبقى افضل يعني لان ده هيبقى ليه فايدة ان انت تتخلص من الفيروسات اللي موجودة ويبقى ليه فعالية اكتر اتمنى اشوفكم في الحلقة القادمة ان شاء الله ويا رب تكونوا استفدتميني شكرا لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة